السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه الخاصية التجميعية إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً استكشف أجمع لأحصل على عدد خرزات العقد في كل مرة خرزات العقد الأول خمسة زائد خمسة زائد واحد تساوي عشرة زائد واحد تساوي أحدى عشر خمسة زائد خمسة زائد واحد تساوي خمسة زائد ستة تساوي أحدى عشر خرزات العقد الثاني اثنان زائد ثلاثة زائد خمسة تساوي خمسة زائد خمسة تساوي عشرة اثنان زائد ثلاثة زائد خمسة تساوي اثنان زائد ثمانية تساوي عشرة خرزات العقد الثالث ستة زائد أربعة زائد ثلاثة تساوي ثلاثة عشر ستة زائد أربعة زائد ثلاثة تساوي ثلاثة عشر أتدرب أجمع وفق المطلوب نبدأ بالكتابة العددية الأولى ثمانية زائد سبعة زائد ثلاثة سبعة مع ثلاثة يساوي عشرة ثمانية مع عشرة يساوي ثمانية عشر إذن ثمانية زائد سبعة زائد ثلاثة يساوي ثمانية عشر الكتابة العددية الثانية 6 زائد 2 زائد 4 زائد 5 6 مع 4 يساوي 10 2 مع 5 يساوي 7 10 مع 7 يساوي 17 إذن ناتج جمع 6 زائد 2 زائد 4 زائد 5 يساوي 17 الكتابة العددية الثالثة 5 زائد 7 زائد 2 زائد 5 5 مع 5 يساوي 10 7 مع 2 يساوي 9 9 زائد 10 يساوي 19 إذن النتيجة الجمعية للكتابة العددية 5 زائد 7 زائد 2 زائد 5 يساوي 19 أوظف أكتب كم كل مجموعة في اللافتة عدد العصافير 5 والسناجب 3 في حين عدد السلاحف 6 أحسب عدد كل الحيوانات بطريقتين مختلفتين يمكن أن نحسب عدد الحيوانات بطريقتين كالآتي 5 زائد 3 زائد 6 يساوي 8 زائد 6 يساوي 14 5 زائد 3 زائد 6 يساوي 5 زائد 9 يساوي 14 أقيم أحسب عدد العنزات بتوظيف خاصية التجميعية لحساب عدد العنزات بتوظيف الخاصية التجميعية سنقوم بحساب عدد العنزات ذات اللون البني على حدة وعدد العنزات البيضاء على حدة ثم نقوم بجمعهم 7 زائد 7 تساوي 14 سنقوم بجمعهم شكرا